اكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن حكومة مملكة البحرين برئاسة سموة للعهد رئيس مجلس الوزراء تولي ملف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي اهتماما كبيرا وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقها صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى جاء ذلك لدى قيام الوزير خلف بزيارة إلى الشركة العامة للدواج للاطلاع على مشروع التوسعة لزيادة الطاقة الانتاجية من بيض المائدة والمخزون الغذائي الاستراتيجي للمملكة وبين الوزير خلف أن مشروع التوسعة سيسهم في زيادة انتاج مملكة البحرين من 83 مليون بيضة في عام 2020 إلى 120 مليون بيضة ويقع المشروع على مساحة أرض تبلغ 900 ألف متر مربع وأكد خلف أن الوزارات تتبع ممارسات تسهم في تحسين الانتاج الزراعي والحيواني ودعم القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية وبين الوزير أن الشركة العامة للدواج تعتبر من الشركات الوطنية الرائدة في مجال الانتاج المحلي وأكيدا أن توجه الوزارة في ملف الأمن الغذائي يستهدف رفع الناتج المحلي عبر عدد من المبادرات التي تصب في مجال الزراعة والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية